موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر يسعدني أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات حلقتنا اليوم بعنوان التقدير المعلمة هي ثابت يصف المجتمع أو يصف توزيع المجتمع كالمتوسط الحسابي ميو أو الانحراف المعياري سيجما الإحصاء هو اقتران تتعين قيمته من العينة كالمتوسط الحسابي إكس شرطة أو الانحراف المعياري إس إذن المعالم هي ثوابت تصف المجتمع كالمتوسط الحسابي المجتمع ونرمز له بالرمز ميو أو الانحراف المعياري نرمز له بالرمز سيجما أما الإحصاء فهي اقتران خاص بالعينة تعين قيمته من العينة كالمتوسط الحسابي إكس شرطة أو الانحراف المعياري إس وفي حلقتنا هذا اليوم سنستخدم الإحصاء لتقدير قيمة المعلمة للمجتمع إذن تقدير المعلمة هو إحصاء تعتمد على قيم العينة وتعكس قيمة غريبة لمعلمة المجتمع ككل وتوزيع لدينا نوعا من التقدير أولا التقدير بنقطة ثانيا التقدير بفترة ثقة التقدير بنقطة هي قيمة وحيدة محسوبة من العينة تستخدم لتقدير معلاء مجهولة من معالم المجتمع مثلا المتوسط الحسابي للعينة العشوائية إكس شرطة يستخدم كتقدير بنقطة للمتوسط الحسابي للمجتمع إميو وكذلك الانحراف المعياري للعينة إس يستخدم كتقدير بنقطة للانحراف المعياري للمجتمع سيجما فترة الثقة هي فترة طرفها متغيران عشوائيا أي أنها فترة عشوائية تحوي إحدى معالم المجتمع بنسبة معينة تسمى درجة الثقة أو مستوى الثقة والتقدير بفترة الثقة هو إيجاد فترة معينة يتوقع أن تقع معلمة المجتمع داخلها بنسبة معينة أو احتمال معينة درجة الثقة أو مستوى الثقة هو احتمال واحد ناقص ألفة أن تكون فترة الثقة تحوي القيمة الحقية لمعلمة المجتمع قيد الدراسة وعادة يعبر عنها كنسبة مئوية أما ألفة فهي نسبة الخطأ في التقدير وتسمى مستوى المعنوية أو مستوى الدلالة سنتعرف على خواص التوزيع الطبيعي في التوزيع الطبيعي يكون المتوسط الحسابي مساوية للوسيط مساوية للمنوال يكون بيان المنحنة على شكل ناقوص أو جرس متماثل حول محورة X يساوي ميوم يمتد المنحنة من طرفيه إلى ما لا نهاية وإلى سالب ما لا نهاية ولا يقطع المحور الأفقي المساحة تحت المنحنة تساوي الواحد الصحيح وحدة مساحة المستقيم الرأسي X يساوي ميوم يقسم المساحة تحت المنحنة إلى منطقتين متماثلتين تكون مساحة كل منهما تساوي نصف وحدة مساحة إذا كان المتوسط الحسابي للتوزيع الطبيعي ميوم يساوي صفر والانحراف المعياري سيجما يساوي واحد نسمي التوزيع الطبيعي بالتوزيع الطبيعي المعياري الشكل المرسوم يمثل بيان منحنة التوزيع الطبيعي المعياري نلاحظ أن المستقيم Z يساوي صفر هو محور التماثل للمنحنة قيم Z تأخذ قيم موجبة وتزداد جهة اليمين بينما تأخذ Z قيم سالبة وتنقص جهة اليسار الشكل يبين منحنة التوزيع الطبيعي المعياري نعلم أن المنطقة تحت منحنة التوزيع الطبيعي المعياري تساوي الواحد المحور الرأسي يقسم المنطقة تحت المنحنة إلى قسمين متطابقين مساحة كل منهما تساوي نصف وحدة مساحة مجموع مساحتي الجزئين باللون الأحمر معا تساوي ألفة وتكون مساحة كل جزء منهما تساوي ألفة على أثنين أي نصف ألفة وعليه تكون مساحة كل من جزئين باللون الأزرق على جانبي المحور الرأسي نصف ناقص ألفة على أثنين أي واحد ناقص ألفة على أثنين تسمى القيمة زد ألفة على أثنين بالقيمة الحرجة ونلاحظ أن زد ألفة على أثنين تساوي زد واحد ناقص ألفة على أثنين مثال أوجد القيمة الحرجة زد ألفة على أثنين المناظرة لمستوى ثقة 95% باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري بما أن مستوى الثقة هو 95% أي أنه واحد ناقص ألفة تساوي خمسة وتسعين من مئة إذن واحد ناقص ألفة على أثنين ستساوي خمسة وتسعين من مئة على أثنين ويساوي صفر بوينت أربعة سبعة خمسة وعليه نبحث في جدول التوزيع الطبيعي المعياري عن هذه القيمة أربعمائة وخمسة وسبعين جزء من ألف فنجدها على التقاطع الأفق العمودي للعددين على الترتيب واحد وتسعة من عشرة وستة من مئة إذن زد ألفة على أثنين المطلوبة ستساوي واحد بوينت التسعة زائد صفر بوينت صفر ستة ويساوي واحد بوينت ستة وتسعين إذن القيمة الحرجة الزد ألف على أثنين المناظرة لمستوى الثقة خمسة وتسعين بالمئة هي واحد بوينت ستة وتسعين وهذه القيمة سنستخدمها لحل بالتماري هامش الخطأ في التقدير بنقطة علمنا أنه يمكن استخدام المتوسط الحسابي للعينة X شرطة كتقدير بنقطة للمتوسط الحسابي للمجتمع ميون ومن المتوقع أن تكون قيمة المتوسط الحسابي للعينة X شرطة غير مساوية لقيمة المتوسط الحسابي ميون للمجتمع نسمي القيمة المطلقة للفرق بين القيمتين السابقتين بالخطأ المعياري وتساوي سيجما على جذر الـ N حيث سيجما هي الانحراف المعياري للمجتمع وإن عدد قيم العينة أو حجم العينة الخطأ في حالة التقدير بفترة عندما نستخدم عينة لتقدير المتوسط الحسابي ميون لمجتمع يكون الخطأ في التقدير هو القيمة المطلقة للفرق بين المتوسط الحسابي للعينة X شرطة والمتوسط الحسابي ميون للمجتمع هامش الخطأ هامش الخطأ نرمز له بالرمز E وهو القيمة العظمى الأكثر ترجيحا للفرق بين المتوسط الحسابي X شرطة للعينة والمتوسط الحسابي ميون للمجتمع عند درجة ثقة 1 ناقص ألف هامش الخطأ نرمز له بالرمز E وهو القيمة العظمى الأكثر ترجيحا للفرق بين المتوسط الحسابي للعينة والمتوسط الحسابي للمجتمع عنده درجة الثقة معينة اللي هي واحد ناقص الألفة يمكن إيجاد هامش الخطأ بأخذ ناتج ضرب القيمة الحارجة زد ألفة على أثنين والخطأ المعياري سيجما على جذر الإن أي أن الإي تساوي زد ألفة على أثنين ضرب سيجما على جذر الإن عنده درجة الثقة واحد ناقص الألفة التقدير بفترة الثقة للمتوسط الحسابي ميو للمجتمع الإحصائي لدينا ثلاث حالات أولاً إذا كان التباين سيجما تربيع للمجتمع معلوم إذا أخذت عينة عشوائية حجمها إن من مجتمع طبيعي متوسط الحسابي ميو وتباين سيجما تربيع حيث تباينه معلوم وحجم العينة إن أكبر من ثلاثين أو أصغر من إن أصغر من أو تساوي ثلاثين فإن تقدير فترة الثقة للمتوسط الحسابي ميو هو إكس شرطة ناقص الإي وإكس شرطة زائد الإي عند درجة الثقة واحد ناقص الألفة إذن في حالة إذا كان التباين معلوم للمجتمع لا يهم حجم العينة تتكون فترة الثقة هي إكس شرطة ناقص الإي وإكس شرطة زائد الإي حيث إكس شرطة هو المتوسط الحسابي العينة وإي هو هامش الخطأ نسمي القيمتان إكس شرطة ناقص الإي وإكس شرطة زائد الإي طرفي فترة الثقة الخطوات المتبعة لإيجاد فترة الثقة للمتوسط الحسابي ميو في حال كانت سيجما تربيع معلومة أو سيجما أولا نوجد القيمة الحرجة زد ألف على أثنين المناظرة لدرجة ثقة 95% وهي كما حسبناها سابقا 1.96 ثانيا نوجد هامش الخطأ E ويساوي القيمة الحرجة زد ألف على أثنين مضربة في سيجما على جذر الان حيث السيجما هي الانحراف المعياري للمجتمع ثالثا نوجد فترة الثقة X شرطة ناقص E وX شرطة زائد E بعد ذلك نفسر فترة الثقة تفسير فترة الثقة عند اختيار عينات عشوائية مختلفة متساوية في الحجم N وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن 95% من فترات الثقة هذه تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي فمثلا عند اختيار 100 عينة عشوائية ذات الحجم نفسه N في كل مرة نحسب X شرطة وفترة الثقة فإننا نتوقع أن 95 فترة تحوي ميون حقيقية وخمس فترات لا تحويها مثال أجري الدراسة لعينة من الإناث حول معدل النبض لديهنه فإذا كان حجم عينة الإناث N يساوي 40 والانخراف المعياري لمجتمع الإناث سيجما يساوي 12.5 والمتوسط الحسابي للعينة X شرطة يساوي 76.3 باستخدام مستوى ثقة 95% أوجد هامش الخطأ أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع العصائي ميو فسر فترة الثقة بما أن مستوى الثقة 95% إذن القيمة الحريجة زد ألف على أثنين ستساوي 1.96 نضع معلومات للمسألة أمامنا N تساوي 40 سيجما تساوي 12.5 X شرطة تساوي 76.3 سيجما معلومة إذن E ستساوي زد ألف على أثنين ضرب سيجما على جذر الإن ويساوي 1.96 ضرب 12.5 على جذر الأربعين وتساوي تقريبا 3.87 وعليه فترة الثقة تكون X شرطة ناقص E و X شرطة زائد E مساوية لي 76.3 ناقص 3.87 و 76.3 زائد 3.87 وتساوي 72.43 و 80.17 تفسير فترة الثقة عند اختيار 100 عينة عشوائية ذات الحجم نفسه N يساوي 40 و حساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن 95 فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي للمجتمع 100 ثانياً إذا كان التباين سيجما تربيع للمجتمع غير معلوم و حجم العينة N أكبر من 30 في هذه الحالة سنتبع الخطوات التالية أولاً نوجد القيمة الحرجة زد ألفة على أثنين المناظرة لدرجة ثقة 95% وهي 1.96 ثانياً نوجد هامش الخطأ مع استبدال سيجما بS S هي الانحراف المعياري للمجتمعينة فستكون E في هذه الحالة تساوي زد ألفة على أثنين مضربة في S على جذر الان ثالثاً نوجد فترة الثقة وهي X شرطة ناقص الـ E و X شرطة زائد الـ E مثال أخذت عينة عشوائية من مجتمع طبيعي حجمها N يساوي 81 و متوسطها الحسابي X شرطة يساوي 50 و انحرافها المعياري S يساوي 9 باستخدام مستوى ثقة 95% أوجد هامش الخطأ أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع العصائي ميو وفسر فترة الثقة بما أن مستوى الثقة 95% إذن زد ألفة على أثنين ستساوي 1.96 سيجما تربيع غير معلوم و N أكبر من 30 حجم العينة كبير و سيجما غير معلوم إذن سنستخدم S بدلا من السيجما هامش الخطأ E سيساوي زد ألف على أثنين ضرب S على جذر الـ N و يساوي 1.96 ضرب 9 على جذر الـ 81 و يساوي 1.96 إذن فترة الثقة X شرطة ناقص E و X شرطة زائد E ستساوي 50 وهي قيمة المتوسط الحسابي للعينة 50 ناقص 1.96 و 50 زائد 1.96 وتساوي 48.4 و 51.96 تفسير فترة الثقة عند اختيار 100 عينة عشوائية ذات الحجم نفسه N يساوي 81 فإننا نتوقع و حساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن 95 فترة ستحوي القيمة الحقية للمتوسط الحسابي للمجتمع ميو ثالثا إذا كانت تباين سيقما تربيع للمجتمع غير معلوم و حجم العينة N أصغر من أو يساوي 30 أي أن حجم العينة في هذه الحالة صغير إذا أخذت عينة عشوائية حجمها N من مجتمع طبيعي تباين سيقما تربيع غير معلوم و حجم العينة N أصغر من أو يساوي 30 فإن توزيع العينة لا يقول إلى التوزيع الطبيعي و في هذه الحالة يلزمنا استخدام توزيع آخر هو توزيع T للعينات الصغيرة التي حجمها N يكون أصغر من أو يساوي 30 و يكون تقدير فترة الثقة 1 ناقص ألفة لمتوسط الحسابي ميو هو X شرطة ناقص E و X شرطة زائد E حيث X شرطة هو المتوسط الحسابي العينة و E هو هامش الخطأ خواص التوزيع T توزيع متماثل حول متوسطه الحسابي و الذي يساوي صفرا كما نلاحظ في الشكل التوزيع متماثل حول X شرطة يساوي صفر يمتد إلى ما لا نهاية من جهة اليمين و إلى سالب ما لا نهاية من جهة اليسار و يزداد قربا من الصفر في الجهتين انحرافه المعياري أكبر من الواحد يعتمد هذا التوزيع على درجات الحرية والتي تساوي حجم العينة ناقص واحد أي N ناقص الواحد التوزيع T يشبه التوزيع الطبيعي إلا أن قمته أكثر انخفاضا من التوزيع الطبيعي كلما زادت درجات الحرية اقترب هذا التوزيع من التوزيع الطبيعي و يقترب انحرافه المعياري إلى الواحد الصحيح إيجاد القيمة الحرجة من جدول توزيع T لإيجاد القيمة الحرجة من جدول توزيع T حيث يبين العمود الأول قيم درجات الحرية يكون في العمود الأول قيم درجات الحرية وهي N-1 وتبدأ من 1 إلى 30 و أكثر الصف الأول في جدول توزيع تي سيمثل قيم ألفة على أثنين كما سنرى لاحقاً ومنه يمكن تحديد تي ألفة على أثنين نلاحظ أن تي ألفة على أثنين تساوي تي واحد ناقص الألفة على الأثنين هامش الخطأ لمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي في حالة السيجما تربيع غير معلوم وإن أقل من أو تساوي ثلاثين سيكون إي ويساوي تي ألفة على أثنين ضرب إس على جذر الإن فترة الثقة ستبقى إكس شرطة ناقص الإي وإكس شرطة زائد الإي الخطوات المتبعة لإيجاد فترة الثقة للمتوسط الحسابي ميو إذا كانت سيجما تربيع غير معلومة وحجم العين صغير إن أصغر من أو يساوي ثلاثين هي أولاً نوجد درجات الحرية إن ناقص واحد ثانياً نوجد القيمة الحرجة تي ألفة على أثنين المناظرة لدرجة الثقة 95% من جدول توزيع تي ثالثاً نوجد هامش الخطأ إي ويساوي تي ألفة على أثنين ضرب إس على جذر الإن ثم نوجد فترة الثقة وهي إكس شرطة ناقص الإي وإكس شرطة زائد الإي مثال أوجد فترة الثقة 95% للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي ميو علماً أن العينة أخذت من مجتمع طبيعي إذا كان لدينا إن تساوي 13 إس تساوي 0.3 وإكس شرطة تساوي 8.4 بما أن سيجمة تربية غير معلوم وإن أصغر من أو تساوي 30 إذن سنستخدم توزيع تي إن تساوي 13 إذن درجات الحرية إن ناقص 1 ستساوي 13 ناقص الواحد وتساوي 12 1 ناقص ألفة درجة تساوي 0.95 أو 95% إذن ألفة ستساوي 5 من 100 ألفة على أثنين ستساوي 25 من ألف إذن من جدول توزيع تي تكون قيمة تي ألفة على أثنين وتساوي تي لـ 25 من ألف مناظرة للعدد نلاحظ جدول توزيع تي العمود الأول على اليسار هو درجات الحرية درجات الحرية عندنا 12 والصف الأول هو تي ألفة على أثنين والفة على أثنين هي 25 من ألف إذن تكون قيمة تي لألفة على أثنين مساوية لـ 2.179 حامش الخطأي ويساوي تي ألفة على أثنين ضرب إس على جذر الإن سيساوي أثنين بوينت 179 مضروبا فيه 0.3 على جذر الإن وهو 13 ويساوي 0.18 إذن فترة الثقة إكس شرطة ناقص الإي وإكس شرطة زائد الإي ستساوي 8.4 ناقص 0.18 و 8.4 زائد 0.18 وتساوي 8.22 و 8.58 إلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قد تم عرضه وإلى لقاء قريب بإذن الله ترجمة نانسي قنقر